زين شباب مثل ما قلت لكم هذا هو يدخل بامتحان الليسنينج فأريدكم تاخذون دفتر تخلوا يومكم دفتر ملاحظات المقطع أنا هم ما سامع هذا المقطع للتد فآن يواك ونحن نشغل الفيديو رح يشغله من البداية رح قطيكم فد مجال يعني فد أقل الدقيقة بل ما تجلبون دفتر ملاحظات تاخذون فد مسودة فالشي تكتبون عليه حتى نواكم نسمع المقطع الفيديو وناخذ ملاحظات نشغل مقاطع مو مثل المرة الفاتت نوقف كل شوية لا ننطفد 30 ثانية ونوقف أو 60 ثانية ونوقف عرفت الشون فنحتاج دفتر ملاحظات حتى نكتب اللي تكتبوا أي رقم ينذكر مثلا أي تاريخ ينذكر أي اسم ينذكر اسم مدرسة جامعة اسم بلد كأنما تاخذون ملاحظات بعدين هني رحاني هاكم نتناقش بكل الملاحظات على ملاحظاتكم نجرب ممكن نحن نكتب ملاحظات لمدة 30 ثانية وبعدين نبدو نطولها الاني بصير عندنا مقطع فيديو كامل نسمعه وناخذ ملاحظات واذا ننسئل عليه نجاوب لأنه بالامتحانة رح أخلي لكم مقطع فيديوي تشغلوه يشتغل مرة وحدة وينفصل أو أنتكم مرتين تسمعوه تاخذون ملاحظات عليه تسمعون الفيديو مرتين وتروحون على فورما تجاوبون فاللي أرجو منعدكم هسة أكون حضرتوا الدفاتر أو في أي مسودة يمكم تاخذون عليها ملاحظات ها شباب جاهزين جبتوا دفاتركم جبتوا فتشي تكتبون عليها ملاحظات ها شباب أي دكتور تمام حرام البقية تمام جبتوا لكم بدفتر ملاحظات تمام دكتور نحن نشغل هسة من جديد هذا هو محب مرحبا لأني أتفاق مني في جائلات وملاحظات وملاحظات أتفاق مني في جائلات وملاحظات 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 وأتفاق ومراحتي هذا نان Estimulation so this 깊び it, there very very energizing to me. And one of the things that's emerged during my short time here is, that TED has an Identity. And you can actually say things here that have impacts around the world. And sometimes when it comes through TED, it has meaning and power that it doesn't have when it does it. And I mention that because I think Identity is really important. And we've had some fantastic presentations and I think what we've learned is that ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و Rogue I'm gonna tell you something, but you don't tell anybody what I tell you. I said okay mom and she say, Now you make sure you don't do that, I said sure. Then she sat me down and she looked at me and she said I want you to know I've been watching you. And she said, I think you're special. She said, I think you can do anything you want to do. I will never forget it. Then she said I just need you to promise me three things. ولدت쪽에 معلومة يغاند بطاقت كل ذلك ولدتعيض بالمغم علياة well i was 9 years old so i said yes mama i'll do that i grew up in the country in the rural south and i have a brother a year older than me and a sister a year younger when i was about 14 or 15 one day my brother came home and he had this six pack of دعونا نكتب هذا الآن شباب إذا أسألكم اللي Grand Mother Malta يمتن ولدت يا سنة 1818 1818 1818 1818 بعد شباب مصطفى أحمد حسين نطوني بعد رأي 1818 1818 يعني أنت جاءب بعدين تقدموا عندك عرفت شون 1818 براين grandmother وانتو تكتبوا لي التاريخ بعدين منو اللي قال لي انت سبيشل منو قال لي براين انت سبيشل جدي Grand Mother Grand Mother زي منو حتشويا بالغرفة وطاعة ثلاث نصائح همي اللي Grand Mother Grand Mother Grand Mother زي هو مو قالها مام بلا ياس مام يناديها بمام هذا اختصار بالضبط هو اختصار اللي أقل همي شنو ثلاث أشياء اللي وصت بيهم أول نقطة شنو أول شي راد يعتني في أمه دائنا بالضبط لأنها طفلتي وعليك أن تعتني بها والشي الثاني قلت أن تفعل الصواب حتى لو أن كان الصواب شي صعب والشي الثالث أن تعد صباحك الجمهور لأن قال أنا في عمر التاسع يعني أنا معددتها بعمر التاسع شنو معناها هنا أنا معددها بعمر التاسع لأن كان بعد ما هو عيمي يعني هو ضغير لا يعرف شنو لا ربما هو هذا indication أو فد إشارة إلى أنه أنا معدد فد شي أنا ما سويته لأنني خالفت هاي القاعدة مو تمام؟ مو تمام نعم لربما هو هذا هو هذا نسميه deep understanding الفهم المعمق لما تأخذ الإشارة وتحللها فهو بن قال آني وعدت لما شنت عمري تسع سنة لأنه كان عمري تسع سنوات معناها إشارة أنه أنا كنت عمري تسع سنوات أو لربما بعدين بنهاية المقطع يقولاني شربت غرفت القاعدة إن هي وسطة قالت لأ أنت تحرق مام والنقطة الثانية عمر لك مستعيش تشرب حتى تفعل الصواب تعمل الصواب حتى ذا هو كان صعب حتى ذا يسبب حتى ذا كذا أنت تسوي الشي الصح النقطة الثالثة أنت لازم ما تشرب كحول لا تشرب الفحول أبدا وإن أنا أشارة أنه عمري تسع سنوات معناها أشارة إلى أنه لربما خالف هذه القاعدة لا تخلمي مع المقطعات ما تشرب بحراء وانتنى ليسى وانتعي وانتنى جيلا وانتنى 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 في حل ربما يقول لقد أستخدم بطريقة سعيدة أمد أنه لا تتعلم بطريقة على المناسبة بالخضر وقالوا بالخضر قالت لما لا تتعلم بطريقة سعيدة إنها سعيدة وأعني أنت تتعلم بطريقة سعيدة وأيضا سأخذتك وأنا سأخذتك ولكن أخذك من أخذتك سوف أعطيكم أنني لم أعطي عبادة عبادة لا أقول ذلك لأنني أعتقد أن هذا مستقبل أقول ذلك لأن هناك قوة في عبادة أخو أكبر من عندك أخو كان أكبر في سنة يعني أكبر من أبو من السنة أخو كان أمره مستعاش سنة من السنة أخو كان أمره مستعاش سنة كان أخو جايبية و جايبية ستة بقدم أبو 14 جايبية كان عمره 14-15 سنة شكرا للمشاهدة 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 هنا جمهور ليش ضحك اهنان اخو قال باستهداء انو كنا نصحات جدتي مميزين اهنان بعد اكتب ذكر نصحات جدتي لا اخو قال الهي بطريقة استهداء فجمهور ضحك انو رئينا بعد وممتاز جواب كله صحيح بعد شباب ليش ضحك نات جمهور رح عيدة واسمعو then he looked at me real hard he said oh i hope you're not still hung up on that conversation mohamma had with you شون اخو قال بعدك مميزة بنصحات جدتي يعني بنصحات جدتي جدتي تقول ان احفادها متميزون اشرف التحرك all the grandkids if they're special اشتركوا في القناة 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 We have 7 million people on probation and parole and mass incarceration, in my judgment, has fundamentally changed our world. 2.3 million people in jail and prisons. Today, there are two points that make sense. We can get them to do things that they don't think they can do. When I thought about my grandmother, of course, she would think all her grandkids were special. My grandfather was in prison during prohibition. My male uncles died of alcohol-related diseases, and these were the things she thought we needed to commit to. Well, I've been trying to say something about our criminal justice system. This country is very different today than it was 40 years ago. In 1972, there were 300,000 people in jails and prisons. Today, there are 2.3 million. The United States now has the highest rate of incarceration in the world. We have 7 million people on probation and parole, and mass incarceration, in my judgment, has fundamentally changed our world. In poor communities and communities of color, there is this despair, there is this hopelessness that is being shaped by these outcomes. One out of three black men between the ages of 18 and 30 is in jail, in prison, on probation, or parole. In urban communities across this country, Los Angeles, Philadelphia, Baltimore, Washington, 50 to 60% of all young men of color in jail or prison, or on probation and parole. In urban communities across this country. In urban communities across this country, our system isn't just being shaped in these ways that seem to be distorting around race. They're also distorted by poverty. We have a system of justice in this country that treats you much better if you're rich and guilty than if you're poor and innocent. Wealth, not culpability, shapes outcomes. And yet we seem to be very comfortable. The politics of fear and anger has made us believe that these are problems that are not our problems. We've been disconnected. It's interesting to me. We're looking at some very interesting developments in our work. My state of Alabama, like a number of states, actually permanently disenfranchises you if you have a criminal conviction. Right now in Alabama, 34% of the black male population has permanently lost the right to vote. We're actually projecting in another 10 years, the level of disenfranchisement will be as high as it's been since prior to the passage of the Voting Rights Act. And there is this stunning silence. I represent children. A lot of my clients. What do you think about this? You know Brian? You remember the- You spoke about the country and the land, the land, the population, and the population. And the population and the population, the population. The population and the population, what was that? It was the same. He was dependent on the local court. وكان بين كل رجال السود بين عمار من 18 إلى 30 هما في السجون أو الحجز أو الأخرى بالضبط فهو كان يتحدث عن ذكر البشر السوداء نعم شو ذكر عنه شو نلقى الأرقام الذكرها نوت كنتم يعني كانوا أعمارهم ما بين 18 إلى 30 هم أغلبهم في السجون أو الحجز بالضبط في 30 سنة وذا كنت فريا أو يعني هيش نقول القضاء يعتمد على أنه كنت بور أو ريش يعني يعني فري بعد الشيء أعتمد أنه فري ومسوي ذنب يكون أفضل من أنه فقير وما مسويش بالضبط بس خل أسمع صوت البقية بس ملفات ما شكرا جزيلا لكم بس راق بسياسة الخوف والأماء بالضبط فإنانا هو يتحدث عن ذو البشر السمراء وشنو الظلم اللي يقوم عليهم وهم متوزعين يا أما بالسجون يا أما بالسجون يا أما بالضايعين بخضايا أو بخضر الفقر أكثرهم حقوقهم خل أسمع البقية الشباب شبابنا الحلوين البقية بس دخلوا بياي خلوا بياي خلوا بياي خلوا بياي منعدكم أريد منعدكم بس تقولولي حتش على نسبة معينة قال عن عن العتقد على البلاك بيبول قال فد نسبة معينة تذكروها سمعتوها النسبة شكرا؟ أي دكتور شكرا جاوب شكرا جاوب دكتورا جاوب هم؟ 24 هم؟ 24 creo Yes 43 43 42 24 43 percent of black people lost their votes يعني كأنما ما يصوتون فقدوا فقدوا حقهم في الانتخاب 34 دكتور يمكن 34 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 43 43 43 nations are very young the United States is the only percent of the black male population has permanently lost the right to vote we're actually projecting it's interesting to me we're looking at some very interesting developments in our work my state of Alabama like a number of states actually permanently disenfranchises you if you have a criminal conviction right now in Alabama 34% of the black male population ما هي الحقيقة الحجاها براين؟ بضبط النسبة 34% دكتور قال الولاد المسؤولية هي الدولة الوحيدة تحكم على الأطفال في عمر 13 سنة الوحيدة بالعالم اللي هم الأطفال عدهم يموتون بالسجن بالعالم 13 سنة أي يعني تحكم عليها بعمر 13 مؤبد الوحيدة أعتقد هو حجة على يعني عقوبة العدام أو يموتون بالسجن قال فخلي نعيدها مرة ثانية نرجع ثانيتين وراح نطلق مقطع ذكر تشيلدرن أي تشيلدرن بالضبط ونعتبرونا أقلل 16 years old وشايلد نحن نطلق مقطع نحن نطلق مقطع أحاول كل شيء فردي، في هذه الـصورة إلى الداية. إنه مرحي للتعالج، والدول في المدينة، إذا اعتقد أو هذه المناسبة عن الصعوبة الرعبية. في بعض الناس نتحدث عن التكتب الشيء هي أصدر الطعب بصطبع للتعالج؟ وهذا هو شيئا سيطلب منه العامل. ولكن هناك إضافى تلك المناسبة عن منافسة، الذي هو معظف ن الإيدي. والذي الآن تكون ليس مناما لا تعتقد أننا منافسين لأمنا عليكم منافسة، ول idewe نع�� sprint لان مهات أمكن يجب أن تقتل بفر observations ونحن نع Sansة المحركات전에 كأننا هذه وجده Wan بفرق لأدخة علامة نعطي ما تتعرض أنه في حالة الدفع أكثر مبارحة maken أفتاد بمله mantenى نقوم كل إنسان ن smashing الحشدة وناغشة لكن لا تلاحس الناس آخر الأول لو أanners Awards لبكشب Man وع VIDEO Bei هو حقيقم إسيته ليسو choose همو نحل أتحفظ اليHi أتحفظ أمو رسال Arist았습니다 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر انتها محاضرة وشنو عنوان المحاضرة بيادة ولا كانت محاضرته بألمانيا طه بألمانيا طه كان يتحدث عن عقوبة الإعدام الضبط بألمانيا العنوان المحاضر هو death penalty وقوفة شخص رد علي عقوبة الإعدام شون أنت مزعج جدا أنك مزعج غير مسبعي رأيك أنه مزعج مسبعي ونحن ما تجددينا عقوبة في ألمانيا عقوبة الإعدام لا موجودة بألمانيا تعرفون أين شرعت توقفة عقوبة الإعدام يعني استنتاج من خلال كلام أمريكا لا يقوم بألمانيا حتش عن موضوع Jewish Bird يعني تم حرقهم حرق اليهود بالمحرقة بألمانيا ربط الموضوع بحرق اليهود وقال حاليا ألمانيا هي ما بيها عقوبة إعدام فعلى اعتبار ستيفنسون ضد عقوبة الإعدام فهو يتحدث بأكثر من دولة حول موضوع عقوبة الإعدام سؤال أخير حتى ننهي نظرة خلي أوقف الريكورد أو خلنسي بسؤال نسجل بالريكورد خلي يبقى من يقول لي عم ستيفنسون شون توفى؟ سابقه من سبقه من سبقه من سبقه 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 بالكحول بالكحول وين سبقه هذا المقطع؟ بالكحول ذكرهم منين أشهر بالبداية بعد ما حتى أنه جده كان بسجون في فترة الزمنية مع القحول وأعمام دفعه وأغلبهم وقتهوا القحول أغلب أعمام أقول له جده لا جده كان بسجون قد قال مي دعوى مي دعوى مي دعوى مي دعوى مي دعوى بسجون بسجون أعمام عمام أعمام انا نعم هل سوف ينتهي وقت المحاضرة سوف أوقف التسجيل